بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم عزيزي الطلاب في استكمال نظريات توزيعات المعينة للأوصاد الحسابية كنا أخذنا في الدرس السابق نظرية 7-4 للتحدث عن سحب العينات بدون إرجاع وأخذنا مثال لا يمكن معه إهمال معامل التصحيح عند حساب الانحراف المعياري لتوزيع معاينة إكسبور هذه المرة سنأخذ مثال بافتراض أن لدينا مجتمع يتكون من ألف عنصر بمتوسط حسابي وانحراف معياري سجما بتساوي 6 وميو بيساوي 15 وجد ما يلي حساب المتوسط الحسابي ولانحراف المعياري لتوزيع المعينة إذا كان حجم العينة إن بيساوي 36 والسحب بدون إرجاع في هذه المرة نجد أن السحب أيضاً بدون إرجاع قلنا إن إحنا بننظر إلى قيمة حجم العينة إن بتساوي 36 ونقارنها بـ 5 من 100 صفر فاصل 5 أو 5 على 100 من حجم المجتمع اللي عندي هنا ألف حجد إن الحجم بيساوي 50 أو هذه القيمة 0.5 من 100 في ألف بتساوي 50 إذن إن أصغر وبالتالي طالما أنها أصغر سيتم إهمال معامل التصحيح عند حساب قيمة الانحراف المعياري المطلوب رقم با احتمالاً يقع متوسط العينة العشوائية اللي هو متوسط إكسبار بين 13 و 16 نشوف مع بعض حل المثال زي ما قلنا إنه إن بتساوي 36 بيقارنها بـ 5 من 100 من حجم المجتمع وجدوا 50 إذن إن أصغر من الـ 5 من 100 من حجم المجتمع وبالتالي يمكننا إهمال معامل التصحيح المتوسط المطلوب في ألف لا يتغير ميو إكسبار بيساوي ميو معطى في التمرين بـ 15 بينما الانحراف المعياري هو اللي بيتغير سجما على جزر إن سجما بـ 6 على جزر الـ 36 بـ 6 6 على 6 بتساوي 1 المطلوب رقم B كان متوسط العينة يكون بين 13 و 16 كالعادة حنحول الـ X bar إلى Z ونحول كمان القيم 13 نائس الميو بـ 15 على سجما X bar أو سجما على جزر إن القيمة عندي هنا طلعت بـ 1 حسبتها قبل كده القيمة الثانية أو الكبرى 16 نائس الميو بـ 15 على 1 بتساوي 1 إذن 13 نائس 15 بسالب 2 على 1 بسالب 2 نبحث عن قيمة Z ما بينه هذه 0 هنا سالب 2 وهنا الـ 1 المساحة من 0 إلى 1 يعطيني الجدول هذه المساحة مباشرة لقيم Z بينما لا يعطي المساحة من 0 إلى سالب 2 نأتي بها باستخدام خاصية التماسل نأتي بها باستخدام خاصية التماسل من 0 إلى 2 المساحة المحصورة من 0 إلى 2 عبارة عن 0.4772 من 0 إلى 1 عبارة عن 0.3413 مجموع المساحةين أو الاحتمالين 8185 نظرية 75 إذا تم اختيار كل العينات الممكنة من الحجم N من مجتمع كبير أو لا نهائي فإن التوزيع العيني للإحصائية X bar يتبع تقاربيا توزيعا طبيعيا بمطاسة ميو X bar بتساوي ميو وانحراف معياري سجما X bar بتساوي سجما على جزر N ملاحظة التوزيع التقاربي سيكون جيدا إذا كان حجم العينة N أكبر من 30 أو يكون شكل توزيع المجتمع الأصلي قريب من التوزيع الطبيعي ناخد مثال مع بعض هنا إذا كانت أعمار المصابيح الكهربية المنتجة بوسطة أحد المصانع لها متوسط عمر ميو بتساوي 1800 ساعة بنحراف معياري سجما بتساوي 200 المطلوب اوجد احتمال أن عينة عشوائية مكونة من إن بتساوي 100 سيكون متوسط أعمارها أي X bar أكبر من 1825 المتوسط والانحراف المعياري للمجتمع معطى حجم المجتمع كبير وكذلك حجم العينة أكبر من 30 زي ما شفنا مع بعض إذن التوزيع العيني للX bar يتبع توزيعا طبيعيا بمتوسط نفس المتوسط الخاص بالمجتمع وانحراف معياري ناتج قسمة السجما على جزر المية أو جزر الان 200 على 10 بتساوي 20 بعد كده عايزين نجيب احتمال إنه المتوسط يكون أكبر من 1825 ساعة وذلك عن طريق تحويل الX bar إلى Z طرح من 1825 قيمة الميو اللي هي ب1800 والقسمة على خارج قسمة سجما على جزر N اللي بيمثل سجما X bar اللي طلع عندي فيه الناتج بتاعه ب20 1825 نعيز 1800 بتساوي 25 على 20 تساوي 21 من 100 لو بصينا على الرسم الخاص بمنحنة التوزيع الطبيعي أنا أبحث عن القيمة أكبر من 1 و 25 من 100 إذن بأخذ المساحة بالكامل على اليمين نص ونقص منها من 0 إلى 1 و 25 اللي حتكون عندي بـ 0.3944 النتج بيكون 0.1056 نتج umm mont Раз 505 505 505 51 Lang 505